السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الثالث العددي كل عام وأنتم بخير إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة فكر وارجع لإجابة مع معلمك صفحة 12 كتاب الامتحاق 20-24 رقم 1 يقود خالد درجته بسرعة 10 كم في 5 ساعات ويقود محمد درجته بسرعة 12 كم في 5 ساعات بينما يقود حمدي درجته بسرعة 15 كم في الساعة وضح بدون حسابات رياضية من الأسرع خالد أم محمد أم حمدي طيب علاقة بين المسافة والسرعة علاقة ترضية والزمن والسرعة علاقة عكسية يعني إلا يقطع مسافة أكبر في زمن أقل ده هتكون الأسرع طيب تعالي نشوف كده خالد 10 كم محمد 12 كم حمدي 15 كم يعني هنا حمدي بيطع مسافة أكبر تعالي نشوف الزمن خالد 5 ساعات ومحمد بيستغرق كام 5 ساعات وحمدي كام ساعة ساعة واحدة يعني زمن أقل يبقى مين فيهم أسرع؟ طبعا إيه؟ حمدي الأسرع يبقى حمدي الأسرع طيب ليه؟ لأنه قطع مسافة أكبر لما كان 15 كم في زمن أقل وتدي ساعة رقم 2 صفحة 23 قطعت سهام بسيارتها مسافة قدرها 50 كم في نصف ساعة احسب المسافة التي ستقطعها إذا استمر تتحرك بنفس السرعة المتوسطة لمدة أربع ساعات طيب الأول نحسب مين؟ هنجيب السرعة المتوسطة عندي هنا مسافة وعندي زمن السرعة المتوسطة بيتساوي إيه؟ بيتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلية المسافة الكلية على الزمن الكلية يعني بيتساوي المسافة هنا كام؟ 50 كم على نصف ساعة يعني خمسة من عشر ساعة خمسين على خمسة من عشر ساعة يساوي كامل الحسبة 100 كم على الساعة طيب السيارة استمر تتحرك بنفس السرعة يعني 100 كم على الساعة أقدر أحسب مسافة؟ ماشي المسافة تساوي إيه؟ بيتساوي عين في زي السرعة المتوسطة في الزمن الكلية يعني بيتساوي السرعة المتوسطة كام؟ 100 في الزمن الكلية كام؟ 4 ساعة يبقى 100 فاربعة تساوي 400 كم رقم 3 صفحة 28 كتاب الامتحان سيارتان ألف وباء تحركان على طريق مستقيم في نفس الاتجاه فإذا كانت سرعة السيارة باء بالنسبة لسائق السيارة ألف 27 و 15 كم على الساعة وعندما خفض سيق السيارة ألف السرعة إلى النصف أصبحت السرعة النسبية للسيارة باء 50 كم على الساعة احسب السرعة الفعلية لكل من السيارتين طيب الأول نعرف هو بتحرك في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه لو كان بتحرك في عكس الاتجاه يبقى السرعة النسبية بتساوي مجموع السرعتين طيب نفس الاتجاه يبقى السرعة النسبية بتساوي الفرق بين السرعتين طيب من المرائب ألف يبقى سائق السيارة ألف شاف السيارة باء تتحرك بسرعة كام 27 و 15 كم على الساعة طيب لما سائق السيارة ألف السرعة بتحته قلت للنص شاف السيارة باء تتحرك بسرعة كام 50 كم على الساعة طيب نحل مع بعض السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية للسيارة باء ناقص سرعة المراكب للسيارة ايه ألف ليه ناقص ليه اللي متحرك في نفس الاتجاه طيب أول مرة هنا السيارة ألف شاف السيارة باء تتحرك بسرعة كام 27 و 15 كم على الساعة يبدأ السرعة النسبية يبقى 27 و نص بتساوي عين باء ناقص عين ألف لأن هنا سرعة السيارة باء أو ألف مش موجود احنا عاوزين نجيبها أصلا طيب دي رقم واحد لما هنا ساق السيارة ألف سرعته قلت للنص شاف السيارة باء تتحرك بسرعة كام 50 كم على الساعة يبقى السرعة النسبية 50 بتساوي عين باء ناقص نص عين ألف وده رقم 2 طيب بطرح المعادلة رقم واحد من المعادلة المعادلة رقم 2 يبقى 50 بتساوي عين باء ناقص نص عين ألف ناقص 27 و خمسة من و عشرة عين باء ناقص عين ألف خمسين ناقص 27 و نص بتساوي كام 22 و نص بتساوي عين باء ناقص عين باء يبقى يروح مع بعض طيب نص عين ألف ناقص 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 يعني ايه؟ يعني زائد م enm毎 نص عين ألف زائد عين ألف بتساوي كام صح تساوي بدساوي وتتاوي نص عين ألف ثانه الشرط الكبير و نتمح انا عندي هنا ايه؟ عين ألف وهنا ايه؟ نص سالب نص عين ألف من الكبير طبعا مين ألف يبقى عين ألف ناقصQué نص عينة ألف يبقى بتساوي كام نص عين ألف طيب يعين ألف بس بتساوي ايه؟ اتنين وعشرين ونص على طبعا النص بينزل فين في المقام يبقى اتنين وعشرين ونص على نص بتساوي كام بتساوي خمسة واربعين كيلو متر على ايه على الساعة طيب هنعوض بقى هنعوض عن قيمة الف في معادلة رقم ايه رقم واحد يبقى في معادلة رقم واحد يبقى سبعة وعشرين ونص بتساوي عين باق ناقص خمسة واربعين البقىري يبقى عكس الاشهارة يبقى عين باق بتساوي سبعة وعشرين ونص زائد خمسة واربعين بتساوي كم بقى الحسبه بتساوي اتنين وسبعين وخمسة من عشرة كيلو متر على ايه على شكرا